اشتركوا في القناة يفكرني بيك الغير كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك لانك حبيبتي وحلم اللغا قلبي بهرفضي وبطلع عذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب لانك حبيب وحلم اللغا قلبي بيرفضي وبطلعذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية كل ما بقدر يومن سيك برك عدور واستمر حابب تعبل انه عشانك رضي ابو قلبي انه معاك رضي ابو قلبي انه معاك رضي ابو قلبي انه معاك اشتركوا في القناة قبل انه لا تصبح اقتراده انت فين يا جميلة ولم تقريبت عينا الفتر انا متهالي مضايجك ايش في حاجة ولم يسعد الى الى الكثيران طب من دينا عليك انا كويسه الحمدله بس حصل الظروف كده خلتني مش عارفة اخرج من البيته ولا حتى ارده على التلفون خير فيه ايه مش هينفعكيلك دلوقتي انا في الشوق طب انا هجيلك على طول لا 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 ماينفعش تجيلي هنا طب قوليلي ممكن نتقبل امتى عندما احنا مش هينفع نتقبل تاني بعد كده يعني ايه مش هنتقبل تاني طب انا مش عارف اتكلم دلوقت طب قوليلي ممكن اتصل بك امتى عشان تعرف تتكلمي طب انا انا هبقى اكلمك يالو بايبو طرابيزة تمانية طالب بيبرستيكو ماكارونا بقلوا الساعة فين؟ تحت امرك اشيكو خلص تحت امرك اشيكو تحت امرك اشيكو خلص تحت امرك اشيكو قرد اتباع خلص ولا لسه؟ قدامه تلات دقائق اريد بدرع كده شوية قرد اتباع الشكوم اعطي اتا اتا اعز 기س سماد بدل اللى قرأ بيخلص وكمان كولور عشل حمام الشباحة ومعاتين سأكل الكلاب لحتها مركز الثاني يلا، روح شوف اللي وراك حاضر صباح الفل صباح خير يا حبيبتي ازاي كنت يا حبيبه الحمد لله ايه بيقولك انا كلمت جميلة ردت عليك؟ ايه كنت في الشغل بس واضح ان فيه مشكلة كبيرة قوي هاي اللي خليتها تبعد عننا لو من الفاته دول مشكلة ايه كفال الشر؟ مش عارفة مردتش تقولي بس سألتلي انها تتصل بها تاني خلاص يا حبيبي الطم يبقى اكيد مستنية ترجع البيت وتتكلمك بعد كده براحتها طب ممكن يكون عمها مثلا مدايها عمها؟ ربنا يسطر حاكم عمها ده طول عمره قاسي عليها وهي من صغراء وهي بتكرهه طب فريدين هيا ما كلمتنيش تاني زي ما قلتلي الطم ساعتها انا هتصرف هتعملي ايه؟ قلتلك الطمن يا سيد ده لما صدقت لقيتها بعد السنين دي كلها ومش مستعدة تضيع من اداية تاني حبيبتي ربنا خليك اللي يا رب ويخليك لعمر ماما طيب انا راح اتشغلي بقى طيب انا ربينا معاك طيب انا ربينا معاك طيب انا سلامة طيب انا سلامة طيب اتشغل طيب انا بيحبك ما انا عايزة بعد عنه قبل ما يحب اني فعله ونخش في مشاكل احنا مش قدها لو بتحبيه بجد مش هتقولي كده بالعكس انا بقول كده عشان بحبه ده شكله خيلد نبقى نكمل جوا بعدين نستطيع التغيير المقالة المقالة ده شكله ازاك يا وفاء جميلة حكيتلي عني كتير قوي يا عيون تنتبيلا وحشتين وحشتيني موت اعمليه ما بتسأليش قلتاجي انا بنفسي اتطمن عليك انا عزفة تنت تفضل مرسي حبث ايه ده احنا عندينها ضيوف ولا ايه تنتبيلا صاحبة ماما اللي قلتلك عليها يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك تنت فريدة مرات عم طبعا عرفتها من غير ما تقولي اهلا بي اتفضل يا حضرتك الهدية دي يا خبرة بيد وليه لزوم التعب ده كله اتعبك راه اتفضل يا حضرتك اتفضل يا تعم اتسلم ايديك يا حبابتي عن اذنك اتفضل اتفضل خطوة عزيزة هانم يا عزم ادارك يا استاذ محمود عامر اخوك الله يرحم وكلمني عنك كتير قوي وفاطمة كمان كانت بتعزوك قوي الله يرحم ام 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 الاتنين هو كده الموت بنائي احنا كان المفروض نتقابل من زمان بس هنعمل ايه كل شيء بقاون قلينا خلاص تعرفنا على بعض واحدك احنا مش هنسيبك تاني قابل بجد الكلام ده يا استاذ محمود اه اه طبعا اه اه طبعا احيانتو ناس افاضل يعني ويشرفنا معرفتكم وفي الحقيقة كمان جميلة هي الامانة الغالية اللي سبت هاي المرحومة فاطمة وبصراحة انا وعدتها وعدت نفسي اني عمري ما هتخلى عنها وعشان كده وبصراحة انا اجيالكم النهاردة وطلبة منكم انكم تساعدوني في الموضوع ده شفاهم اصدي شاعتكي بالزبط استاذ محمود انا عارفة طبعا اني جميلة طول عمرها عايشة معك وهنا بس انا كمان عايزة عوضها سين اللي فاتت اللي انا مشوفتهاش فيها عايزة تعتبر اني بيتي اهو بيتها التاني قلتوا ايه طبعا يا حبيبتي واحنا برضو نعزها عنك مادام فريدة انا دينا بنتي في فنون جميلة ونفسها بقى ومونة عنها انا هترسم لجميلة بورتري علشان كده انا طلبة منكم انها هتجيلي كل يوم ساعتين تلاتة بالكتير مش اكتر من كده يا ساس محمود قلت ايه اللهي الحياة كان بردنا يعني الساس لي جميلة ملخومة في شغولها يعني يا دوب بترجع من الشغل تريح على طول حقيقي الكلام دي انا بخلص شغل كل يوم ساعة خمسة بالزبط خلاص خمسة بديها والثاني حبعتلك السواي يجيبك عندي على الفيلا وبعدها يروحها طب هو ساعتك يعني ماينفعش الست دينا بنت حضريتك دي تجيلنا هي هنا ترسمها هنا يعني وبالمرة نشوفها أستاذ محمود الفيلا هناك واسعة وجنينة كبيرة يرسموا براحتهم بقى خلاص بقى يا محمود ما تكسبش اقبال هال صحيح هنا مفيش جنينة بس احنا برضو بيتنا واسع وحلو يعني نا ما العموم دينا حنريدك فرصة نفكر واحنا بنرض عليك خلاص اللي تشوفي يا أستاذ محمود انا حسيبك تفكر براحتك ولو اني واسقة ومتأكدة انك في الآخر حتوافق يا محمود مش هينفع نكسف الست بعد ما جتلينا لحد عندنا جيد قديل لمخوفاني يعني الواد يوصل البيت بالعربية لغاية هنا ويعدي عليها في الشهر ويسأل عليها بعدها بكم يوم الست تيجي تزورنا لا حكا ما تعديش كده الناس دي عايزة ايه من البيت جميلة مش هعرف هيكونوا عايزين ايه الست قالتلك ناس ولاد اصول ونفسها توافي بوعدة لصديقة عمراء انت بتشدنا يا فريدة مسألت الوعد والوافة والكلام الكبير ده ما بيزهرش هرفق افلام السيمة وخلاص لا يا محمود مش كل الناس زيك بتفكر في الفلوس وبس وانا بفكر في الفلوس ليه مش عشان اقضي على الطلبات كل ما بتخلص تبو ميلو دول ناس محترمين ومليونيرات ومعرفتهم تشرف دي ست وهي جايالنا جايبالنا معاها فازة بش ألف وليه يا أختي الله لاميد فازة قدروا اشتروني بيهم كيف ان انا حاسس ان الواد ورى الليلة دي كلها مادة مؤسسة جميلة غاية هنا يبقى كده عايز منها حاجة جميلة متربيه معا هو واخوته من صغرهم يعني زي يخته بالزبط انت بتصدقى كلام ده كلام ده لما كانوا صغرين لما بيكبروا العكاة بتتغير انت عايز تقول ايه انه بيحبها انت بهميلو انت تكره واحنا في ديك الساعة لما الناس بناس محترمين ومليونيرات زي دول انت مش طول الوقت وطول عمرك بتقول نفسك تخلص منها ومن مسئوليتها هي جات من عند ربنا هم كمان هيدفعوا لك مهر قد كده هيكفيها وكفيك انت كمان والله ممكن هي بنتاكت هستعملها ايه ترسمها طوما ترسمها ان اعلان ده احسن اعلان عملته في حياتي انت دايما كده بتقول كده على اخر اعلان بتعمله عادي هجلتني السدهية اللي عبتلك عليها اه يا حبي والباسبور لا مجبتهش ليه ده انا اقيلك السفر بعد اسبوع معلش يا سامح بلايش انا في السفريات انت عارف انا مشغول قديه وانا ما عنديش حد غيرك يسافر مكاني في المؤتمر مانش سامح هتعبن قولي من دول وحتى لو سفرت مش هنفعك هناك يلا مبروك على العالم مش قادر اصدق يا عزة انك هتليبي عني اسبوعه بحالة هتوحشيني قوي يا ناني انت كمان هتوحشيني اكتر طيب قوليلي بقى اجيبلك اهدية من ابو ظبي لا يا روحي انا مش عايزة اي حاجة انا عايزكي بس تروحي واجيلي بالسلام خلاص يبقى هديتك دي هاجبها لازوقي اللي اهم من هديتي بقى يا عزة هدية جوزك شايف هتجاو بينكم مش حلو اليومين دول لازم تجبي له هدية وانت جاية من السفر تصلحي بيها ومتعوديش هناك اكتر من اسبوع يا عزة يا رجالة ما بتستحملش زي الستات لا بس انا ما اعتقدش ان احمد عني زيغة وتضماني من ين بقى اني ما فيش واحدة ممكن تلفى علي وانتي نسفر انا ما بكوفكيش ولا حاجة بس برضو اللي احتياط واجب ولا ايه ميشي طب انا لازم امشي بسرعة عشان الحق اروح الميتين ده قبل مرواح البيت ميشي يا روحي اخودي بوليك انا نفسك حاندر الحزب باي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 حاضر قنقر 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 قنقر